تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة إلى الخليج العربي سعياً لمواجهة ما تصفه واشنطن بالأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الولايات المتحدة سترسل مجموعة الاستعداد البرمائية USS Batan والسفينتين USS Missa Verdi و USS Carter Hall بجانب آلاف العناصر من مشات البحرية المارينز التعزيزات العسكرية الأمريكية الجديدة في الخليج تأتي في أعقاب إرسال مدمرة USS Thomas Hodner وعدد من طائرات F-35 و F-16 إلى المنطقة بجانب مقاتلات هجومية من طراز A-10 الأسبوع الماضي وتهدف الطائرات إلى توفير غطاء جوي لسفن التجارية التي تتحرك عبر الخليج وتسعى الولايات المتحدة عبر هذا التحرك العسكري إلى تعزيز وجودها في المنطقة لمراقبة ممرات المياه الرئيسية وردع القوات الإيرانية عما تصفه بالتدخل المستمر في حركة التجارة الدولية وتتهم واشنطن البحرية الإيرانية باعتراض السفن التجارية والاستلاء عليها في مضيق هرمز وخليج عمان وتأتي أحدث عمليات الانتشار هذه بعد أن حاولت إيران الاستلاء على ناقلتين نفطيتين قرب مضيق هرمز هذا الشهر ما دفع البحرية الأمريكية للتدخل في كلا الحادثين وأصدرت إيران أمرا قضائيا بمصادرة ناقلة ريتشموند فوياجر لاستدامها بسفينة إيرانية وتقول الولايات المتحدة أن طهران حاولت الاستلاء على عشرين سفينة منذ العام 2021 في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس نفط العالم